وقال رجل من عبد القيس حليف لبني شيبان لما أن رأيت بني حيين عرفت شناءتي فيهم ووتري رميتهم بوجرة إذ تواصوا ليرموا نحرها كثبا ونحري إذا نفدتهم كرت عليهم كأن فلوها فيهم وبكري بذات الرمث إذ خفضوا العوالي كأن ضباتها لهبان جمري فلم أنكل ولم أجب ولكن يممت بها أبا صخر بن عمري شككت مجامع الأوصال منه بنافذة على دهش وذعري تركت الرمح يبرق في صلاه كأن سنانه خرطوم نسري فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك كان قدري